اهلا وسهلا بكم سهد الكرام في برنامج عموال ومسارات والبداية معدى سوق الأسم السعودي في أولى جلسات شهر مايو وليس شهدنا اليوم عن الفتح المؤشر على تراجعات طفيفة نلاحظ كذلك المؤشر ما زال في تعميق التراجعات ب 16 في النقطة المائوية ويهبط إلى مستوى 8161 نقطة تراجعات في هذا الاثناء بمقارب 47 نقطة وبأقل من 16 في النقطة المائوية قيم التداول ما زال التعيف عندما يقارب 765 مليون ريال بعد أيضا كذلك نشاهدنا تحسر واضح بالنسبة في قيم التداول خلال جلس تمسو اللي شاهدنا فيها ارتفاعات إيجابية وصولا للمستوات الخمسة مليارات ومائتين مليون ريال كذلك بالنسبة لحزم تداول الأسم عندما يقارب 30 مليون سهم في هذه الأثناء وبعد نصف ساعة واحدة من التداولات للجلسة الثالثة على التوالي ما زال يواصل المؤشر التراجع رغم الإعلان الإيجابي بنسبة لنتائج المالية لشركات إذنما أخذنا القطاعات القيادية والشركات القيادية في السوق الأسم من السعودية والتي أتمت بنسبة إعلان عن نتائج المالية كسهم شركة سابو وكتبت عنه في أولى جلسات هذا الأسبوع والارتفاعة كانت بأكثر في 5% أيضا كذلك اليوم كان لدينا إعلان مصرف الراجحي وكان الإعلانات بأكثر إيجابية وبأكثر من 7% كتحقيق أربعة حتى لربع الحالي مقارنة بالفترة الماضية من العام الماضي وكذلك سهم الاتصالات السعودي وليحقق كذلك نتائج إيجابية وننتقل وإياكم الآن إلى نتائج المالية للشركات ونبدأ من مصرف الراجحي واللي أعني اليوم عن مكاسب وأرباح خلال الربع الأول من العام الحالي بأكثر من 7% المصرف حقق ما يقارب مليارين و883 مليون ريال ولكن هذا مقارنة بما يقارب المليارين و261 مليون حقق خلال نفس الفترة من العام الماضي المكاسب بـ 7.13 في النقطة المئوية أيضا كذلك شهدنا الارتفاع في موجودات البنك واللي سجلت ارتفاعات إيجابية بـ 3.5 النقطة المئوية وبتحقيقها مقارب 349 مليون ريال أيضا كذلك شهدنا الارتفاع داخل العملية كان بـ 7.5 النقطة الموية في حين كذلك ارتفاع داخل العمولات الخاصة واللي كان بـ 28 في المئو وبتحقيق البنك 3.121 مليون ريال مقارنة بـ 2885 مليون حققها خلال نفس الفترة من العام 2017 نوق نظر مسؤهد الكرام بالنسبة على سهم الراجح اليوم نحن السهم كيف تفاعل بالنسبة مع النتائج المالية السهم اليوم على تراجعات بـ 1.13 في النقطة المئوية ومستويات 82 ريال للسهم خسائر جدا قوية بما يقارب الريال و11 هللة للسهم وإلى نتائج المالية للكيميائية السعودية والتي أعند كذلك عن نتائجها المالية خلال الربع الأول والتي شهدنا فيها ارتفاعات بـ 2 في المئة وبتحقيقها ما يقارب 56 مليون ولكن هذا مقارنة بـ 54 مليون كانت خلال نفس الفترة من العام 2017 أيضا ارتفاع دخل العمونات كان بـ 7 و 13 وكذلك ارتفاع المبيعات وانخفاض طفيفة المصرفات والتي ساهمت بشكل إيجابي في نمو أرباح الشركة والمحافظة على أقل على أرباحها خلال نفس الفترة من العام 2017 نقول نظر مستويات الكرام بالنسبة على أداء سهم شركة الكيميائية في جلسة اليوم السهم على مكاسب بـ 13 و 35 ريال و 25 هللة للسهم وإلى شركة كيمانول أيضا والتي أعلنت عن نتائجها المالية وكانت ارتفاع خسائر الربع الأول بـ 83 في المئة وبتسجيلها خسارة بلغت ما يقارب 10 مليون و 300 ألف ريال أيضا شدنا تراجع في إيرادات الربع الأول بـ 12% وبتسجيل البنك 157 مليون ريال كذلك انخفاض الكميات المباعة كان نتيجة عمال الصيانة الدورية المجدولة والتي أثرت بشكل سلبي على نتائج شركة في الربع الأول والخسارة إلى 10 مليون و 300 ألف ريال نلقل للمشاهدة الكرام نضع بنسبة على سهم شركة كيمانول السهم اليوم كيف كان أداء السهم بالنسبة مع النتائج المالية تراجعات قوية بـ 2 و 14 في النقطة المئوية و 9 ريالات و 86 هلنا للسهم وأيضا إلى النتائج المالية لشركة إكسترا والتي أعملت عن نتائجها المالية وكانت بارتفاع في الأرباح بـ 66 في المئة وبتحقق الشركة 21 مليون و 600 ألف ريال مقارنة بما يقارب 13 مليون حققتها خلال الربع الأول من العام 2017 ارتفاع المبيعات في الربع الأول كان بـ 7 و نصف النقطة المئوية وبتحقق الشركة من مقارنة بـ 865 مليون ريال أيضا كذلك شدنا ارتفاع في المبيعات تأثر إجابة بنسبة على نتائج الشركة خلال الربع الأول نلقل للمشاهدة الكرام بنسبة على سهم شركة إكسترا ونلاحظ السهم اليوم على مكاسب بربع النقطة المئوية 77 ريال و 20 هللة للسهم وإلى النقل الجماعي وإعلان الشركة عن تسجيل خسار خلال الربع الأول من العام 2017 وبما يقارب الخسار بـ 4 مليون و 300 ألف ريال مقارنة شركة لديها أرباح بأكثر من 5 مليون حقتها خلال نفس الفترة من العام 2017 أيضا كذلك انخفاض دخل التمويل كان بـ 1.5 مليون ريال وكذلك انخفاض الإيرادات بـ 4 مليون و 400 ألف ريال والذي يضغط بشكل سلبي على أداء الشركة في الربع الأول إلى سهم شركة سابتكم نلاحظ السهم اليوم كيف كان يتفاعل بنسبة مع هذا الأداء تراجعت بـ 1.1 و 16 ريال 6 هلالة و 31 هلالة خسار في هذه الأثناء إلى قطاع التأمين حيث أوصى مجلس دارة سقر للتأمين بزيادة رأس المال من 250 مليون ريال إلى 400 مليون ريال عن طريق توزيع أسهم منها بنسبة 60 في الماء ما يعادل ثلاثة أسهم لكل خمسة أسهم قائمة وذلك بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 7 ونصف النقطة المائوية من رأس المال وبواقع 75 هلالة لأسهم اليوم المكاسب على 5.17 يتفاعل بشكل إيجابي بالنسبة مع زيادة رأس المال وكذلك بالنسبة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين ويقوم بذلك إجمال لما تم توزيع 18 مليون و 75 ألف ريال المكاسب بـ 5.17 25 ريال و 85 هلالة السهم ومكاسب بلاغة ما يقارب ريال 41 هلالة لأسهم مساعدة الكلام أيضا كذلك نستكمل مع شركة بدجد السعودية والتي تعانت عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15% من رأس المال وكذلك ما يعاد ريال ونصف للسهم كأرباحا للعام 2017 السهم اليوم على تراجعات بـ 4.4 نقطة المائوية 35 ريال و 8 هلالة السهم وبخسار بلاغة ما يقارب ريال و 55 هلالة لأسهم وافقت الجمعين العموية لأسواك المزرعة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 7.5 نقطة المائوية وبواقع 75 هلالة السهم كأرباحا للعام 2017 اليوم السهم متراجع بـ 22% 24 ريال و 4 هلالة 67 هلالة خسار في هذه الأثناء يشهد السوق السعودي اليوم إدراج وبدأ تداول وحدات صندوق صدق كابيتل ريت ضمن قطاع الصندوق العقارية المتداولة كما أنت الشركة السعودية لإقتصاد والتنمية للوراق المالية عن تطور جوهري في صندوق صدق كابيتل ريت ويتمثل في توقيع عقد تسهيلات مصرفية متوافقة محكم الشريع الإسلامية مع مصرف الراجحي وبقيمة 600 مليون ريال وأوضحت الشركة أن مد تمويل تمتد إلى 5 سنوات وبينها سيتم السحب التمويل خلال 18 شهر من تاريخ الاتفاقية كذلك مشاهد الكرام نستكمل مع أداء القطاعات ونلقي نظرة بنسبة على قطاع المواد الأساسية في جلسة اليوم والقطاع اليوم كيف كان يتفاعل بنسبة مع أداء السوق تراجعات لسهم شركة سابق بـ 20% السهم ما زال يضغط الجلس الثاني على التوالي وكذلك من أولى جلسات هذا الأسبوع إذا ما أخذنا في الاعتبار أعلان الشركة عن نتائجها المليئة أن السام يم يتفاعل بالنسبة مع هذه النتائج بشكل إيجابي المتقدم اليوم بلن نخذها لـ 16 أيضا سبق كميع عليم ارتفاعات محدودة وكذلك الكيميائية ارتفاعات بأقل من 10 نقطة المئوية إلى قطاع المصارف مسهد الكرام نلقي نظرة بالنسبة على أداء القطاع المصرفي نلاحظ أيضا مصرف الراجحي اليوم جميع شركات القطاع على اللون الأحمر عندنا مصرف الراجحي تراجعت بـ 1 و 13 ما يقارب ريال 11 هل السام خسائر 83 ريال في هذه الأثناء والسام لا يتفاعل بالنسبة من شكل إيجابي مع النتائج المالية إلى قطاع الاتصالات أيضا مشاهدي الكرام ونلقي نظرة بالنسبة على أداء القطاع ونلاحظ كذلك أيضا جميع شركات القطاع اليوم على اللون الأحمر لاتصالة السعودية نصف النقطة المئوية أيضا اتحاد الاتصالات وزين على تراجعات بـ 17 في النقطة المئوية إلى الأسهم الأكثر ارتفاعا مشاهدي الكرام ونلقي نظرة بالنسبة على الأسهم الأكثر ارتفاعا نلاحظ أن نستقر للتأميل اليوم على ارتفاعات بـ 5 و 6 أشهر في ظل تسدارة بتوزيع أرباح نقدين وكذلك زيادة رأس مال الشركة أيضا تكوين كذلك والأبحاث وتسويق وأخيرا الشركة الشرقية للتنمية على 1 و 16% ارتفاعات إلى الأسهم الأكثر تراجعا بالنسبة في بداية جلسة اليوم ونلاحظ الخزف السعودي على تراجعات بـ 14 بيتجيت وأسواق المزرعة أيضا على تراجعات وبيترو رابغ وكذلك كيمانون كذلك نلاحظ مازال قطاع المواد السي يضغط بشكل سلبي بنسبة على أداء المؤشر للجلسة الثانية إذا ما أخذنا في الاعتبار أنه أمس قطاع المواد السي ضغط بنسبة على المؤشر وافقدوا بعضا من نسبة من المكاسب إذا ما أخذنا في الاعتبار كأعلى نقطة حققها المؤشر أمس في جلسة المؤشرات 8237 نقطة